بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أحبة في الله أحييكم من تحية الإستام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد التاريخ ليس فيه صفحة جديدة إنما صفحات التاريخ متشابهة مع اختلاف في الأسماء مع اختلاف في الزمان مع اختلاف في المكان قصة الكرم والبخل وقصة العطاء والمنع هذه قصة ضاربة في أعماق التاريخ كله منذ ولد آدم الأول الذي أبى إلا أن يخرج أسوأ ما عنده وأن يحقد على أخيه ظلت هذه عند الكثيرين أن الإنسان يبخل بما آتاه الله ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه المال مالي كما ورد في الأثر في الحديث القدس المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي المال مال الله أما حكيت أنا عملي أنا عملته أنا سويته أنا رجل عصامي أنا عظامي أنا لحمي أنا عظمي كلام التهديد يقول له والمال مال الله أنفقوا مما جعلكم مستخدفين فيه يعني احنا اليوم معنا قصة خطيرة ترعب الإنسان والله سبحان الله العظيم إِنَّ بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَيَسْتْنُونَ يعني إن بلونا أهل مكة امتحناهم يعني بالقحط كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب الجنة دول كانان ثلاثة إخوة أبوهم ترك لهم حديقة ضخمة جدا في شمال صنعاء هذا كذلك تقول كتب التفسير يعني ولما تركها لهم الأب كان كريم فكان يعطي ومن يشكر فإنما يشكره نفسه ولأن شكرتهم لا زيد النقل كلما لوحد يعطي الحبة عند الله بصممات حبة والله يضعف لمن يشاء المهم لما مات الأب الأولاد أحيانا يقول أصحابون ده كان رجل يعني طيب هم يعني مؤدبين شوية قلطون يعني رجل خايب يعني والعيذب الله يعني رجل طيب يعني يا رجل عن نياته يعني جاعد يوزع للفقراء أن يطعم من لو يشاء الله وأطعمه وهم لا يعلمون أن ما المال مال الله وأن هؤلاء الفقراء لهم يا أخي يأخذ في الميراث إذا حضر أولو القسمة القربة يعني فات فيجب أن يأخذ من الشيء يا أخي نظر حتى حس الإسلام العجيب قال أنا داخل بفاكهة قال إيه شوف عظمة في الإسلام إما أن أدخلها سرا هنا وإما أن لا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ابن الجيران فقير ما عنده يا أخي أنت تأخذ كم ألف هو ما يأخذ خمسمائة فيمكن ما يستطيع أن يشتري فأنت إما أن تعطيه منها وإما أن تدخلها سرا وإما أن لا تخرج ولدك ليغيظ بها ولدك وإذا طبخت الفلا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها إيه العظمة دي بالله عليكم لو طبخنا هو الدين لحية وجلباء وصلاة وصية أخي والله أنا ليس هذا هو الدين الدين طبعا دي أساسيات أن تصلي وأن تصوم هذه أساسيات لكن الدين مش فقوص الدين ليس مظاهر الدين عطاء الدين إحساس أنا الله أعطاني يعني أشكر الله على هذا العطاء اللي ربنا أعطاه علم يعلم الناس اللي أعطاه جاه يخدم الناس اللي أعطاه مال ينفق على الناس لماذا لأن يجي يوم سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء أما قرأنا قول الله ونحن في شهر القرآن قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سبحان الله الفقير يصير غنيا حتى على مستوى الدول احنا كنا الامة رقم واحد في العالم من 1400 سنة اصبحنا الامة اذا كان في الامة المتحدة 162 دولة احنا الرقم 161 لماذا لان اجدادنا الصالحين سلكوا كتاب الله فصاروا الامة رقم واحد وكان الرجل الاوروبي والحاكم في روما وفي فارس لما يحب يظهر ثقافته يضع بضع كلمات عربية وسط الكلام لتظهر ثقافة الرجل والان احنا نستحي من لغتنا واذا قلناها كسرناها وهتكنا عرضها وجعلنا السبويه يتململ في فراشه او في مطجعه يا جماعة الخير انا اريد ان اقول ان العطاء انما هو عطاء الله هؤلاء ابو خلاء ثلاثة ورثوا عن ابيهم حديقة قالوا ان احنا نجي بالليل ونجمع الحصاد والفقراء لا يروننا ونحن ايه نجمعه حتى اذا اتوا الى الصباح نقول لهم اين الفاكهة انتهى لا رطب ولا عنب ولا تفاح ولا غير سبحان الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم يا الله بالليل الخلاص على وشك الحصاد وما قالوا احنا نجي على نص الليل ناس نائمة القرية نائمة كلها ونروح نجمع ايه الحصاد طاف عليها طائف من ربك اللي انبت الفاكهة هو الذي يضيعها واللي اعطى هو الذي يأخذ واللي منح هو الذي يمنع ولكن انت تنسى تظن ان بعقلك وبدراستك للجدوى واجهزاتك العلمية ومكانتك الاجتماعية والكرسي اللي انت جاعد عليه يا ابن الحلال يعني يجب ان تتقل وتخاف من النعمة ان تزول فتنقلب عليك نقمة والله احيانا النعم تنقلب الى نقم فنسأل الله ان تكون النعم يعني في ميزان حسناتنا شاكرين لله فيها فالمهم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم قلطف يا لطيف يا الله فتنادوا المصبحين انغدوا على حردكم على حردكم ان كنتم ايه صارم ان كنتم جامعين يا ابن توقع على الله فذهبوا ايه الى الحديقة فماذا وجدوا يا الله فاقبلوا ذهبوا وهم ايه قال ربنا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين لا حول ولا قوة لا بالله لا تجعل الفقراء يدخلوا لا 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 اطردوه لذلك ليه الغني يوم القيامة لما لا يعطي لماذا تحول امواله الى صفائح من نار ويقوى بها جباههم وجنوبهم وظورهم ليه الثلاثة اماكن دي انا عايز تقراره القرآن بتدبر يا الاول انا غني ما شوف الفقير جاي يقطب جبين او جاي يطلب او يقدم الطلب الشهري بتاعه او اقطب قال انت انت تقطب جبينك واجه اخوك الفقير وبعدين اعطيه جنبي طب تعال يا جنبه وبعدين توليه ظهرك يقول لمدير مكتبه لما تشوفه المكتب مشي ما تخدرش يقابلني لا حول ولا علامة الكبر كلكم لادم وادم من تراث هو احنا فيه شر حاقب الامة الا لما 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 اصحاب الزكوات قصروا ولم يعطوا حقوق اخوانهم الفقراء ست دول عربية مسلمة منتجة للبترول زكاة ركازها ستين مليار دولار زكاة ركازها من عشرين بالمية لو اخرج اغنياؤنا ما عندهم من زكاة امواله حقا لاخوانهم الفقراء لما صار في عالمنا الاسلامي فقير واحد اما الفقر في العالم تسعة واربعين في المية منه في العالم الاسلامي تسعة واربعين في المية هذا احصائية الامم المتحدة انا لا اخترع في رمضان كلام يعني اؤلفه من عندي هذي احصائيات لماذا لاننا قصرنا كمسلمين في ان نحفز اخواننا الاغنياء وحببنا الرحمة والعطاء عندهم على اخوانهم الفقراء ما جعل الله قوة الفقير الا في فضل مال الغني فما جع فقير الا بتخمة غني الفقير اللي جاع اعرف ان في غني اخذ اكثر من حقه ولذلك جاءوا وهم يتخافتون اللا يدخلها اليوم اللا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين يعني غدوا على مكر ولف ودوران فلما رأوه لما شافوا البستان البستان كان لسه بالليل سبحان الله المغرب بالامس يعني على اشد في الطرح قالوا ان لضالون يا الله مش ممكن هذا بستاننا احنا نبدو تسلقنا طريق اخر هذه ليست حديقة عبارة عن ايه اعمدة خشبية واقفة لا فروع لا اوراق لا ثمار لا خضرة كده سبحان الله العظيم اصبحت كالصريم مصرومة سبحان الله العظيم قال اوسطهم اللي هو العاقل اللي فيهم اللي فيهم مش معقول يا اخوان التسبيح ليس بالكلمات التسبيح بالعمل انا اسبح رب العباد اعطي اسبح رب العباد انفق اسبح رب العباد ليس كالصريم انا استفيد ايه من عبادتك عبادتك بينك وبين الله اما عبادة الحقيقية ان تنفق مما اعطاك الله سبحانه وتعالى واتقوا الناره ولو بشق تمرة والله في الاخر قالوا ان كنا لظالمين ان كنا ظالمين وبعد ايه وبعد ايه بعد ما كنت ظالم وبعدين اقبل بعضهم على بعض يتلاومون وبعد ما يتلاومون بعد اللون لا تساعت من دم هي القضية كلها قضية ان الله يعطيك النعمة وينتظر منك ماذا سوف تصنع تقيد النعمة عندك بقيد الشكر زي السيارة او الدابة الدابة اللي لم تربطها وتقيدها تفك منك طب والنعمة اربطها بايه بشكرك لله فيها شكرك من جنس النعمة الغني الذي يقوم الليلة ويصوم النهار اقول لا والله ليست هذه عبادتك انت يا غني يعني يريد تكون غني اكثر بالحلال بس اخرج مال الصدقات وزع هذه عبادتك وانت ايها العالم لا تجلس في البرج العاجي يقول ان مالي بالناس مشاكلهم كثيرة انا اقعد اقول حلال وحرام طول حياتي طبعا لازم شغلتك مهمتك وانت يا صاحب الجاه افتح مكتبك وقابل صاحب اصحاب المشاكل وحل مشاكلهم خلي انسان يدعو لك بالخير وادخل السرور على المسلمين احبة في الله عسى هذا الشهر الكريم ان يكون وقفه ما بين الغني وماله وبين صاحب الجاه وجاه وبين الانسان الذي يستطيع ان يعطي عندئذ نكون مسلمين بحق ونكون قد حققنا ديننا وادخلنا السرور على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم السؤال الذي يطرح الانسان منا ماذا قدمت انا للاستام حتى القى الله به هذا هو سؤال كل واحد منا في هذه الحلقة هذه بعض من عبر قصة اصحاب الجنة اللهم جعلها جنة في الاخرة ورحمة يا رب العالمين اللهم هيري بناتنا ازواجا صالحين والابنائنا زوجات صالحات ورزقنا التوبة والاوبة اليك يا رب العالمين وان تردنا الى ديننا ردا جميلا حسنا انت ولي ذلك والقادر عليك وصلى الله وسلم واني وصحبه وسلم نستدعوكم الله الذي لا تضيع دائعه لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر